مائة وتسعون يوما من العدوان الغاشم على قطاع غزة وقصف مركز على شمال القطاع ووسطه حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانه على غزة رافعا أعداد الشهداء والجرحى في القطاع ومفاقما للأزمة الإنسانية فجر اليوم أسشد في للصينيان من بلدة بيت حانون في غارة شنها طيران الاحتلال على محيط مدينة الشيخ زايد السكنية شمال قطاع غزة كما شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على المحافظة الوسطى وعلى حي الزيتون والدرج في مدينة غزة ومنطقة الفخاري جنوب شرق خانيونس جنوبي القطاع إلى ذلك قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشرقية لجباليا شمال القطاع وشمال الانصيرات وسط القطاع ويأتي هذا القصف بعد بدء القوات الإسرائيلية عملية عسكرية في مناطق وسط القطاع المحاصر بينها محيط مخيم الانصيرات في ظل تكثيف لعمليات القصف الجوي والمدفعي وإطلاق القنابل الدخانية باتجاه منازل المواطنين شمال مخيم الانصيرات والمخيم الجديد ومن جهتها أعلنت سرايا القدس إن مقاتليها سيطروا على مسيرة إسرائيلية في خان يونس جنوبي قطاع غزة وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن إطلاق رشقة صاروخية من شمال القطاع إلى مستوطنات غلاف غزة وسياسيا أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس تمسكها بمطالبها المعلنة لإبرامي الاتفاق وفي مقدمتها عودة النازحين إلى ديارهم وانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل قطاع غزة إنسانيا قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن المنظومة الصحية في شمال قطاع غزة ومدينة غزة إنهارت تماما وإن هناك كارثة إنسانية حقيقية في شمال قطاع غزة مع توقف محطات توليد الأكسوجين وتعطيل جيش الاحتلال الإسرائيلي 32 مستشفى في غزة من أصل 35